أمر ثالث ليكن لك رسالة اجتماعية لتكون نشاطاتك وجهدك محصور في ذاتك قسم من الناس الحمد لله رب العالمين مستور ناكل ونشرب ونزوج وساكنين ثم ماذا؟ كل الناس هالشكل كل واحد يأكل وكل واحد يشرب وكل واحد يزوج وكل واحد يسكن بس هذه هي رسالة الإنسان أين رسالتك في الدين؟ ماذا صنعت من أجل دينك؟ ماذا صنعت من أجل مجتمعك؟ ماذا قمت به تجاه قومك وبني جلدتك؟ ما أكثر الحاجات التي تحيط بك وحولك؟ هناك قسم من الناس إن شاء الله يكونوا قلة مو بس ما عنده مساهمة في عمل عنده لسان سليط هاي اللجنة ما تسوي شيء وذيك المؤسسة ما فيها خير وهل جماعة ما تشتغل وهل جمعية كذا وكذا وهو شنو شغله؟ هو متفرج فقط يرمي السهامة هنا وهناك طيب هذا نموذج غير حسن النموذج الحسن هو ما نراه في بعض شباب مجتمعنا والحمد لله هم كثيرون زادهم الله خيرا وبركا ووفقهم هاي الأعمال والنشاطات التي يقومون بها مثل الجمعية الخيرية كمثال التي يتبناها مجموعة من الأفاضل جزاهم الله خير الجزاء ينفقون ساعات من عمرهم اللجان لجنة الذكر الحكيم اللي تريد أن توجه الناس إلى هذه الجهة حتى يصير الواحد مثل مصعب بن عمر في أول شبابه وهو مقرئ للقرآن وتال للقرآن ولا يجي أحد يزعم كاذبا أن الشيعة لا يهتمون بالقرآن وإنما يهتمون بالحسينيات فقط حتى نقول نحن نهتم بكل هذه الأمور ليس حتى نقول حتى نستفيد من عطاء القرآن الكريم لجان تيسير الزواج الصندوق الخيري للزواج وغير لجنة تحسين المساكن التي تقوم بدور طيب في تحسين مساكن الفقراء أنت وأنا هذا البرد الشديد اللي يمر بهذه المنطقة وغدا أمطار وبعد غد أمطار ومع ذلك نحن في هذه البيوت الجيدة ونشعر بالبرد ذاك الفقير وتلك المسكينة لما يعيشون في هذه البيوت المتداعية طيب يحتاجوا إلى وقفة إنسانية معهم وهذه منه يعني ننتظر أحد من المريخ يأتي أو من خارج البلد لا لازم هؤلاء الشباب أبناء البلد أهل الدير هم الذين ينبغي أن يقوموا بحاجات مجتمعهم طيب فالمجتمع فيه حاجات كثيرة جدا ولو فتحت عينك على حاجات المجتمع لو وجدتها حاجات كثيرة تحمل جانبا منها بمقدار ما تستطيع ساعم فيها طيب لا ينبغي أن يكون أحد من الشباب عنده طاقة وعنده قدرة ولا ينشغل بهم اجتماعي ليكن لك رسالة اجتماعية أنا أتعجب افترض مثل ذاك اللي قلنا اسمه بيل جيتس يشسيل على عاتق هم أن يروح يتبرع بملايين الدولارات إلى أفريقيا ويجي سوي بعثات في المغرب من طلاب المغرب إلى الخارج يبعثهم أنا ما أجي ما يصير عندي حماس لكي أرمم أوضاع بلدي أساعد إخواني الشباب في توظيف في تدريب في تأهيل في غير ذلك ليكن لنا رسالة اجتماعية أيضا إضافة إلى قضية النجاح الشخصي والاتجاه الشخصي